الحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعلى جميع إخواني المسلمين بالعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه سبق الإشارة إلى بعض المسائل التي تعرض للحاج من بعض المسائل المستجدة والتي ذكرها العلم حكمها ومن المسائل في هذا الباب ما اشتهر من لبس إزار مخيط وأهل العلم في هذا الزمن تكلموا في هذه المسألة كلاما محققا وكلاما كثيرا في هذا الباب وبينوا كلام أهل العلم في هذه المسألة وذكروا الخلاف فيها وهو ما يسمى بالإزار الذي يخاط من أعلى ويكون مقفلا من جميع النواحي فهذا اختلف في هذا الزمان هل يجوز للمحرم أن يلبسه لأنه إزار أو يسمى إزار عند بعضهم أو لا يجوز أن يلبسه لأنه ملبوس على قدر من البدن وهو من وسطه إلى كعبيه ظاهر كلام أهل العلم وتقدمين رحمة الله عليهم أن مثل هذا يشبه ما ذكره أهل اللغة بالنقبة وأنها على هذا الوصف وأنها تخاط من أعلى وتكون كالسراويل لكن ليس لها رجلان ليس لها رجلان كالسراويل إنما هي محيطة بالبدن من وسطه إلى الأسفل إلى الكعبيه والذي جاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس لا يلبس الإزار ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفين إلا أحد لا يجد النعلين فليقطعهم حتى يكون أسفل من الكعبين وكذلك ما جاء أو من لم يجد إزارا فليلبس السراويل والمعنى أن الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذا هو النهي عن لبس الإزار والإزار المعروف في كلام العرب هو ما يحيط بالبدن أو ما يكون كالملحفة للبدن ويمكن أن يتغطى به ويمكن أن يتجر به فهو ثوب ليس مقفلاً بل هو ما فتوح بمعنى أنه يصلح استعماله عمامة ويصلح استعماله رداء ويصلح استعماله إزار ويمكن أن يرتدي به ويمكن أن يتجر به هذا هو الإزار المعروف الذي جاء في كلام أهل العلم رحمة الله عليه وأيضاً في كلام أهل اللغة في هذا الباب وقد ذكر في القاموش البير جبادي رحمه الله أن الإزار هو الملحفة هو الإزار وقال اعتجر واتجر وقال كل ما يشترك إن الإزار هو كل ما يشترك وهذا لا يكون إلا فيما كان مفتوحاً أما كان على هذا الوصف من الإزار الذي يشبه ما تلبسه النساء مما يسمى التنورة فهذا لا يمكن أن يلتحف به لأنه يعني لباس محاط من جميع الجوانب فلا يمكن أن يلتحف به فهم سموا الإزار ملحفة وما يلتحف به وكذلك أيضاً ذكر ابن الأتير رحمه الله في حديث قوله عليه نرام في ما جاء في حديث القدسي أنه سبحانه وتعالى قال العظمة الإزاري والكبرياء ردائي فمن ناجعني واحداً منهما عذبته وقال ابن الأتير رحمه الله إن الإزار والرداء لأن المتصف بهما يشملانه كما يشمل الرداء الرداء الإنسان وقال فلما كان يشملانه كما يشمل الرداء الإنسان وهذا هو معنى كلامه في القاموس أنه كالملحفة ما يلتحف به وهذا يبين أن العبرة بالمعاني في مثل هذا العبرة بالمعاني في مثل هذا وهذا هو الأقرب وأن ما يلبس على هذا الوصف هذا الإزار المخيط هذا في الحقيقة سمى النقبة في كلام أهل اللواء رحمة الله عليهم فالمقصود أن هذا هو الأقرب والله أعلم ثم أيضا هنا قاعدة أشار إليها أبو عبيد القاس بن سلام رحمه الله وشرحها ابن رجب رحمه الله في فتح الباري ذكرها في بعض الأخبار ولما ذكر الخلاف في مسألة في أن النبي عليه الصلاة عن الصماء وذكر كلام أهل العلم في هذه المسألة قال ما معناه قال ما معناه إنه يجب الأخذ بكلام يجب الرجوع إلى كلام الفقهاء وأنه لا يكتفى بكلام أهل اللغة بل الاقتصار على كلام أهل اللغة في هذا الباب وحده قد يكون من تحريف الكلم يكون من تحريف الكلم وذكر معناه هذا عن أبي عبيد رحمه الله وأنه إذا اختلف الفقهاء وأهل اللغة فإنه يرجع إلى الفقهاء في مثل هذا مع أن كلام أهل اللغة في هذه المسألة هو موافق لكن لو جاء ما يوهم خلاف ذلك فإنه يرجع إلى كلام الفقهاء وهو ما تقدم شرعه وهو مؤيد بكلام أهل اللغة في هذا الباب خلاف بعض العبارات التي قد توهم خلاف ذلك ويرجع إلى صريح كلامهم في هذا الباب ابن رجب رحمه الله يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أو أخذ الصحابة عنه أخذ الصحابة عنه رضي الله عنهم عن النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ عن الصحابة التابعون أخذ التابعون عن الصحابة ومن بعدهم لم يزل أهل العلم يأخذوا بعضهم من بعض حتى دولة العلوم فلهذا إذا وقع خلافهم في مثل هذه المسائل أو هذه العبارات فإنه يرجع إلى أهل اللغة وذلك أن الشارع أن الشارع قد يخصص بعض يقيد مطلقة ويتكلّم بكلمة تكون لها معنى في اللغة وبالشرع يكون تبين شيئا مما يقيد وإلى غير ذلك وهذا واقع في كلمات معروفة جاءت في الشرع لها معاني وجاءت في اللغة لها معاني أخرى هي أوشع منها ولهذا كان الأظهر والله أعلم وما عليه فتوى جماهير أهل العلم في هذا الزمان وهو أنه لا يجوز لبس مثل هذا اللباس لأنه في الحقيقة لباس خاص لأسفل البدن ولأنه كما تقدم هو كالسراويل غاية الأمر أنه ليس له رجلان رجل منها هنا ورجل منها هنا فلهذا فلهذا إلحاقه بما منع ما يلبسك هو الأولى والأظهر والله أعلم مسألة الثانية هي في الحقيقة لا ليست يعني من وسائل جديدة من كل وجه لكن من جهة أنه في هذا العصر قد يطرأ أمور وهو ما إذا تغير موعد سفر الحج لأن الحجاج خاص في مثل هذا الزمن ممن يكون حجزه من جهة الجو فيعمل حجزا له في سفره ويكون حجزه اليوم الثاني عشر وقد يختلف التقويم عن الرؤية فيكون مرتبا على أن شهر من قعدة ناقص ثم يتم يترتب على ذلك أنه يحتاج الحاج ويطر إلى أن يتأخر يوما لأجل إتمام الرمي وحصول المبيت إذا كان توقيت سفره في اليوم الثاني عشر فيوافق من جهة رؤية الهلال أنه يوافق اليوم الحادي عشر فيقول ملحكم وما العمل في مثل هذه الحال إذا كان توقيت سفره وافق في اليوم الحادي عشر ويتضرر بالبقاء ويتضرر بالبقاء وقد لا يتيسر له حج آخر هذه المسألة فيها تفصيل أولا إذا كان الذي رتب الحج هذا هو الذي تيسر له ولم يمكنه احتياط في هذا بأن يحتاط في مشألة الحج إذا كان لم يعلن عن الرؤية وكان حجه متقدما لكنه لم يحتاط فهذا فيه تفريد وإن كان قد احتاط في الأمر أو هذا هو مبنبوله جهده أو أنه لم يتيسر له إلا مثل هذا الحج ثم وافق سفره اليوم الحادي عشر معلوم أنه بقي عليه رمي يوم الثاني عشر والمبيت ليلة الثاني عشر وطوافل ودع هذه أمور كلها واجبة كلها واجبة فماذا يجب عليه وأذكر أن هذه المسألة وقعت في زمن شيخنا ووقوعها يقع كثير لكن مما وقع هذه المسألة في زمن شيخنا الشيخ عبد المباج رحمه الله ومما بلغني وأنا لم أبشر هذه الواقعة سماعا منه أو من سماعا لكن ثبت مما سمعته أن الشيخ رحمه الله سئل عن هذه المسألة وكان معه بعض أهل العلم في مجلسه فقال لهم ماذا تقول ماذا تقول فقال المسألة عندك يا شيخنا فلم يتكلم بحضور الشيخ رحمه الله وقال النظر لك الشيخ رحمه الله يعني جعل يتأمل قليلا يتأمل بمسألة ثم رفع رأسه ثم قال رحمه الله الذي يظهر لي أن حكم هم حكم المحصر حكم المحصر هذا معنى ما نقل عن الشيخ رحمه الله والمعنى أنه إذا كان حكم حكم يحصر فالمعنى أنهم ما دام أنه لم يقع منهم اشتراط في مثل هذه الحالة فإن على كل واحد من هؤلاء أن يذب حشاتا وأن يوجعها في المكان الذي وقع له فيه الحصر ويحصل تحلله بذلك ولا يلجمه المبيت الحدي عشر ولا الرمي ولا طوافل وداع على هذا القول لكن هو القول الثاني في هذه المسألة وهو أيضا قول جمهور الفقهاء أن الحصار عن الواجب لا لا يحصر عن الواجب يمكن تلافيه يمكن تلافيه فهو لم يحصر عن أمر هو ركم يحصل به مثلا فوات الحج نحو ذلك فيمكن تلافيه إذا لم يمكن أن يأتي به بمعنى أنه عليه أن عليه دم لكل واجب تركه دم لأجل ترك المبيت على قول مالك خلافة الجهون الذين يقولون عليه أن يطعم مد من مر ونحو ذلك على الخلاف وعليه أيضا دم لترك الرمي وأيضا هذا في الخلاف أيضا لكن على القول أظهر الله أعلم أن حديث العباس الذي عملة الجمهور لم يفرق لهذا الباب فكل من ترك واجبا فعليه دم هذا هو الأظهر في ترك مبيت ليلة في ترك رمي يوم كذلك أيضا في ترك طواف الوداع لأنه لا وداع إلا بعد الفراغ من أعمال الحج فهذه دماء تجب عليه تجب على هذا القول وهذا هو الظاهر والله أعلم في هذه المسألة عند جماهير العلماء مع أن المذهب الشافعي وأحمد يقولون إذا لم يستطع الدم فإن عليه أن يصوم عشرة أيام والقول الثاني ليس عليه صيام لأن هذا مسألة ليست مرفوعة إلى النبي عليه منهم منهم من أجراها مجرى القول الذي اشتهر وانتشر ووفقه الصحابة فتقوى من هذه الجهة فالمسألة على هذا الباب ليظهر الله أعلم أنه يجب عليه دم وجده وإن لم يستطعه سقط عنها على هذا على الأخر والله أعلم فهذا هو القول الثاني والقول الثالث يمكن أن يجرى على من لم يستطع أو شق عليه الاتيام بالواجب كما أذن عليه الصلاة والسلام للسقات كما رخص للسقات والرعاة في ترك المبيت بمينة ولم يأمرهم بدم وعلى هذا القول لا يكونوا على يمشيه لكن الأقرب قول الجمهور في هذه المسألة فهذه كما تقدم إذا لم يكن منه تفريط أما إذا كان ابتداء رتب أموره على هذا الشيء وهو يعلم فهذا لا يجوز له ما دام أنه يمكن تلافي هذا فلا يجوز له يجب عليه أن يسعى في سلامة حجه من هذه الأمور وأن يرتبه على ترتيب يحسر به تمام الحج ولأنه لا ضرر عليه حتى يقال أنه يلجأ إلى مثل هذا الفعل وهو ترك هذه الواجبات وأخذ البدل عنها أو تقديم البدل عنها وهو هذه الدماء الثلاثة نعم المسألة الثالثة بهذا الباب نعلم أنه في هذا الوقت أو في هذا الزمن الحج لا بد أن يكون مصرحاً وهذه صدر فيه فتوى من أهل العلم هي تكبر علماء منذ زمن طويل ولأجل أمور الحج ولأجل ترتيب أمور الحجاج فمن لم يتيسر له تصريح فالحمد لله فإنه لا شيء عليه فلا شيء عليه وهل يكون حجه هل يكون الحج باقياً عليه بمعنى أن التصريح هذا شرط للأهدام أو شرط للوجوب بمعنى أنه لو توفي وجب أن يخرج من تريكته من شرط الأداء أو شرط للوجوب والمعنى أنه لو تمات فإنه لا يلزم لا يلزم ورثه أن يخرج عنه حجاً من تريكته هذا هو الأقرب والله أعلم كما هو الشرط المحرم للمرأة في الحج على الأظهر من أقوى العلم ثم هنا مسألة أخرى تعلق بهذا أن التصريح التي تمنح لمن التي تمنح لمن يريد الحج ثم يحشم التصريح هذا تصريح خاص له وهذا 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 التصريح منفعة أو انتفاع له لا يجوز له أن يجعله سلعة للبيع والشراء هذا مما وقع فيه كلام ربما بعضهم يحصل تصريح ثم لا يريد الحج ويريد أن يبيع تصريح فهذا لا يجوز لأن هذا ليس ملكاً له وهذا يشبه في كلام أهل العلم فيما يظهر حق الانتفاع فليس من باب ملك المنفعة بل من باب ملك الانتفاع لا ملك لا ملك المنفعة فهو يملك الانتفاع فهو يشبه ما يصرح ويرخص لمن يريد مثلاً أن يبيع في هذا المكان مثلاً فهو له حق البيع في هذا المكان فإذا استغنى عنه أو رادي أن تقن مكان آخر فلا يجوز له يبيعه لأنه رخص له في هذا المكان لحاجة لي لمصلحته ومصلحته من يعني يشتري منه فكذلك أيضاً هذا كان في هذه الأمور التي هي باب النف المبيعات ومشترارات فما كان في هذا الباب واب العبادة من باب أولى أنه لا يجوز المتاجر فيه ولا يصح فإذا استغنى فإنه في هذه الحال يكون أولى الناس به من يكون بعده ممن يعني يكون إما رقمه بعد رقمها أو أنه يرده إلى الجهة المسؤولة فتصرفه إلى المستحق له المسألة الرابعة من المسائل في هذا الباب نعلم أن الإنسان قد يحتاج إلى الطواف على ما يحمله لضاعفه فهل يجوز إنسان يطوف على عربية وهذه المسألة في الحقيقة ليست من النوازل لكن صورتها الآن اتسعت وهو الطواف على العربيات بل ربما بعضهم بالغا في مثلي هذا ورؤية بعض الناس يطوفوا على ما يشبه الزلاجات أو ما يشبه ذلك وهذه تحكمها المال حاجة تحكمها الحاجة لأن الطواف العربية ونحو ذلك قد يحصل فيه مضايقا للطائفين وأشد من ذلك ما يكون باب الزلاجات ونحو ذلك فمع أنه يبضو الله وعلم أن هذه أمور ترجع إلى ترخيص في هذا بمعنى أنه إذا تيسرت له عربية لأجل أن يطوفى عليها والمسألة ترجع إلى حكم طواف الراكب وحطم سسعي الراكب فجمهور العلماء يقولون يجب عليه أن يطوفى ماشيا يطوفى ماشيا وذهب بعض العلم كالشافعي لأنه جواز الطواف راكبا وماشيا ومن علم قال يكره ذلك طاكبا والأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وتدل على أنه طاف راكبا كما في حديث ابن عباس أنه طاف راكبا وكان كلما مر بالحجر أشرى بالمحجن أو أشرى بعصى أو بشيء عنده عليه الصلاة والسلام وحديث جابر كذلك أيضا وحديث جابر بن عباس في صحيح البخاري وحديث جابر صحيح المسلم وكذلك حديث سلام رضي الله عنها قالت قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إني شاكية فقطوهم وراء الناس جمهور العلماء قالوا أن الأخبار في هذا الباب في حديث سلام أنها شاكية وجاء في حديث ابن عباس عند ابن داود أنه طاف راكبا وكان يشتكي شيئا عليه الصلاة والسلام لكن حديث أنه كان يشتكي حديث ضعيف رأى بداود يزيد من ابن زياد الهاشم وضعيف والصواب ما جاء حديث حديث جاب أنه كان ليشرف إلى الناس لأن الناس غشوه حتى يشرف لهم عليه الصلاة والسلام والأصر عدم الخصوصية في طوافه راكبا عليه الصلاة والسلام فالأظهر والله أعلمه وجوازه الطواف راكب وإن كان طواف ماشيا هو الأولى هو الأولى والنبي طاف ماشيا ثم بعد ذلك طاف راكبا صلوات الله سلامه عليه فلا يظهر أن فيه شيئا حتى معدم الحاجة لكن عند الحاجة وعند المرض هذا محل اتفاق من أهل العلم ومن ذلك على هذا الوجه العربيات التي يطاف عليها يطاف عليها بشرط أن يأمن الضرر منه حين يطوه عليها يأمن الضرر الواقع على الناس فإذا طاف عليها لأجل حاجة هذا لا بأس به بلا إشكال ومع عدم الحاجة فكذلك على الصعيم الأصل هو التشريع منه عليه الصلاة والسلام من المسائل أو المسألة الخامسة وهي كيف يحصل تحلل المرأة من إحرامها إذا كان شعرها مصفوفا على صفة لا يتيسر أن يقصر من كل جديلة أنولة لأن كثير من النساء صرنا يجعلنا الشعر على هيئة وعلى طريقة ربما لا يتيسر لها أن تجمع ولا جديلة أو يكون مدرجا أو بعض نواع القصرات الأصل هو أنه وجوب التقصير هذا هو الأصل وإذا كان المرأة عناية وإذا كان المرأة عناية بشعرها في هذا الباب فيجب أن يقول لها عناية أعظم في باب التحلل في باب التحلل من الحج وهذا هو الأصل وأنه يجب الأخذ من كل جديلة مقدارا وكذلك إذا لم يتيسر ذلك يقص من هذه من هذا الشعر المدرج كل درجة منه شعرات يحصل بنص وليس المعنى أن تقص كل شعر بعينها بل المقصود عموم التقصير من جميع الشعر وهذا أمر متيسر وإلى عمد وبهذا يحصل التحلل من إحرامها وكذلك من المسائل المتعلقة مسألة السادسة في هذا الزمن وإن كان هذا قد يقع قديما لكن صار مظهرا أن كثير من أصحاب الحملات أو ربما من يكون معه مثلا من أهله أو من أولاده فيريد التقدم مثلا إلى ميناء أو يريد التقدم إلى عرفة قبل يوم التروية مثلا قبل يوم التروية وربما يعمل هذا بأصحاب الحملات يريدون أن يتقدم إلى عرفة تلافيا للزحام وتلافيا للمخاطر التي قد تقع حين يتأخرون فهل في هذه الحال نعلم أن السنة في حق الحجاج إذا كانوا محلين يريدون التمتع أو كان مكيا مثلا أو كان واردا إليها ولم يريد النسك ثم أراد الإحرام بالحج وعذلك أن السنة يحرم يوم التروية لكن من أراد أن يتقدم لهذه الأسباب لذلك يقول أنا معي أولاد صغار أو صاحب حملة يريد أن يتقدم يتلافى الزحام ومعه كثير من الضعفة فيخشى عليه فيتقدم في هذه الحال هل يشرع لهم أن يحرموا يحرموا إذا أرادوا الخروج ولو قبل اليوم الثامن أو يؤخروا الإحرام لليوم الثامن الذي يظهر والله أعلم أنه ينظر إن كان خروجهم إلى ميناء فيحتمل أن يقال لهم أن يؤخروا إحرام إلى ميناء في اليوم الثامن لأنهم لا جالوا في الحرم لا جالوا في الحرم والمكي إحرامه من منطقة الحرم من مكة والحرم وميناء من الحرم ويمكن يقال والله أعلم ولعله الأظهر أنهم يحرمون من مكانه وذلك أن السنة في حق الحاج إذا أراد أن ينتقل من مشعر إلى مشعر أنه يلبي يلبي نداء التلبية ولداء تلبية النداء بالإحرام من مكانه والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يهلوا بالحج يعني من المتحللين من الذين يتمتعوا وهم عامة أصحاب النبي عليه الصلاة أمرهم أن يهلوا بالحج في يوم الثامن في اليوم الثامن هذا هو الأقرب والله أعلم أنهم يهلون بذلك وذلك أن إهلاله في هذه الحال موافق للسنة من جهة المبادرة إلى الإحرام عند التوجه ولهذا قال إذا جعلنا مكة لما جعلنا مكة بظهر أهللنا لما جعلنا مكة بظهر أهللنا أما إذا كانوا يريدون أن يخرجوا إلى عرفة فالأظهر والله ولم أنهم يحرمون جزما من منا وذلك أن الإحرام خارج الحرم فيه دم عند جمع من هذا العلم فلهذا يحرمون جزما من منا ثم هنا مسألة أيضا تتعلق بهذا وهي الإحرام متى يكون نعلم أن جمهور علماء أو أن جمهور علماء يقولون الإحرام يسرع أن يكون في ذلك اليوم لمن أراد أن يحرم في يوم التروية وهذا لمن أراد أن يحرم يوم التروية وأراد أن يتوجه إلى منا فالإحرام يكون قبل الزوال ومنها علم من قال إن الإحرام يكون بعد الزوال وهي مبنية على دلة في هذا الباب في حديث أنس وفي حديث ابن عباس حديث أنس صحيحين أن كما سأل عبداليز بن رفيع أنس رضي الله عنه أنه سأله متى في عين صلى الظهر عليه الصلاة والسلام يوم التروية قال بميناء هذا صحيحين وكذلك حديث ابن عباس عند أحمد أبي داود الماجه أنه صلى عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر والمغرب والعسى والفجر صلىها بميناء وظهر هذه الأخبار إذا كان صلى منها أنه إحرامه وكان قبل الزوال هذا الظهر لكن يظهر والله أعلم أن حديث أنس يتفسره الرواية الأخرى فقد رواه أحمد بسند صحيح من حديث أنس حديث أنس رواه أحمد بسند صحيح وفيه أنهم أحرموا عشية التروية عشية التروية لأن حديث الصحيحين مطلق وفي حديث أنس بلوية أحمد ما يبين أن إحرامه كان بعد الزوال والعشية وكذلك شاهده حديث أبي سعيد الخضر عند أحمد بسند صحيح من ويتبين نظرة منذر مالك ونقطع أهل عوض العواقي عن أبي سعيد الخضر رضي الله عنه أنهم أحرموا يوم التروية أو أنهم أحرموا عشية التروية عشية التروية كذلك حديث ابن عباس عند البخاري معلقا مجزوما به وهو عند وصله أيضا لإسماعيل أو بكر رحمه الله وهو عند البخاري وليت عمان من غيات عن عكرمه عن ابن عباس أنه قال وحريه طويل وفيه فأحرمنا عشية التروية فأحرمنا عشية التروية وقد رواه أو بكر إسماعيل وليت عثمان بن سعد وهو عند البخاري معلقا عثمان بن غيات في مقصد هذه الروايات تبين أن إحرامه كان بعد الزوال وهذا هو الذي أيضا اختاره شيخ السلام رحمه الله في العمدة وذكره عن أبي الخطاب رحمه الله وبيّن أن هذا هو السنة وعدم تقديم الإحرام قبل ذلك وأن هذا الذي فعله عامة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأختم بآخر مسألة في هذا الباب وهو اضطرار الطائف إلى حمل النجاسة مثل من يكون مثلا محتاج إلى حمل النجاسة وخاصة ممن يكون عنده قسطرة بول قسطرة بول نعلم أنه يجب تخلص من النجاسات عند حصول هذه العبادات بل نجد تخلص من النجاسات مطلقا لكن مثل من كان مريضا ويحتاج إلى هذه القسطرة ويحملها مضطرة من ذلك ففي هذه الحالة هذه أحوال لها أحكام والخاصة فإذا كان مضطرا إلى حملها فالذي يظهر والله يعلم أنه لا تؤثر على طوافه كما أنه لا تؤثر على صلاته وهي أولى وأعظم فكذلك بابه أولى أنه لا تؤثر على طوافه وأن طوافه صحيح ولا الحمد وأنه عليه تخلص من نجاسة كلما إذا تيسر له ذلك سألوا سبحانه وتعالى ليه ولكم العلم النافع والمصالح منه وكرمه آمين وصلى الله وسلم وعلى نبينا محمد